صباح الخير هناخد النهاردة اول فيديو في موديول 106 وحشتوني جدا من ايام 103 وهنبتدي باول دودة معاك في 106 وهي اسمها وشيريريا بنكرافتي ودي دودة مهمة جدا جدا وشيريريا بنكرافتي دي دودة احد الهلمانتس بتعمل ديز اسمه دائل فيل إليفانتيز ايه اهمية الوشيريريا بنكرافتي دي اهميتها ان هي متعششة عندنا في مصر متوطنة موجودة في منطق كتير في مصر في القاهرة وفي الجيزة وفي القرى دايما اللي فيها نموس كتير لانها بتتنقل بقرصة نموسة وبتعمل دائل فيل طيب ليه بتعمل حاجة اسمها دائل فيل علشان الدودة دي بتعيش جوا الليمفاتيج فيسلز بتسدها وتعمل فيها انفلاميشن فبيبتدي الليم في رشح تحت الجلد فرجل العيان بتورم وتبقى زي رجلين الفيل وجلده بيشقق ويبقى ناشف ويبقى زي جلد الفيل قبل ما نبدأ نتكلم على الوشريريا بنكرافتي انا عارفة ان الزاكرات ما ساحت فانا عايزة دلوقتي ايه ارجعك تاني لتقسمة البرازايت علشان احط الوشريريا دي فمكانها مين الوشريريا دي اتفقنا ان احنا مادة البارا متقسمة 3 تقسام اول اسم كان الهلمنثس اللي هم اددان ودول اللي منهم الوشريريا بنكرافتي وتاني اسم كان البروتوزوة او الاوليات ودول اللي منهم كل بقية الدروس اللي انت هتاخدها في 106 كلهم بروتوزول وكان منهم الحشرات اللي احنا اخذناهم خلاص في موديول 103 وجه بعد كده انا استمتلك الهلمينثز او الديدان دي الى نوعين نوع بلاتي هلمينثز ديدان مفلطحة زي الورقة ملهاش بادي كافيتي وكانت وحيدة الجنس كانت سنجل وديدان تانية كان اسمهم نيمات هلمينثز او نيماتود ودول كانت ديدان استوانية زي التعبين وكانوا منهم ميل وفي ميل ودول اللي منهم الوشريريا بنكرافتي يبقى الوشريريا بنكرافتي معيلة النمات هلمينثز او الديدان الاستوانية طيب انهي ديدان استوانية يعينا بعد كده اسمناهم الى naturale هي من التيشو نيماتود او اللي انا بسميهم فيلاريا وكان التيشو نيماتود دول بيتميزوا انهم كلهم ما بيعيشوش في الانتستان بيعيشوا في تيشو زي الوشريريا كده ما هناخدها بتعيش جوا الليمفاتيك فاسلس كانوا كلهم علشان يدخلوا جوه التيشوس بتاعتي كانوا محتاجين أرص الدبانة أو ناموسة تدخلهم اللي أنا بسميها فيكتور الدبانة أو الناموسة دي بسميها فيكتور وكانوا كلهم لارفي بارس يعني الديدان بتاعة التيشو نيماتود ده مش بتضيض بتولد بتولد لارفي على طول واللارفي بتاعتهم كلهم بسميهم مايكرو فيلاريا مش هي فيلاريا التيشو نيماتود اسمهم فيلاريا طيب عيالها سغنانين يبقى اسموهم مايكرو فيلاريا يبقى الوشريريا بنكرافتي دي من عيلة التيشو نيماتود النيماتود دي ايه؟ هلمنس اي دودة نتكلم بقى على الوشريريا بنكرافتي ونعرف الخصائص اللي انا هتكلم عليها في البارا انت لما تفتح كتاب البارا هتلاقي فيه ايتمز كتير عندك تعرف تذكر منه ايه اول حاجة هتلاقيها بيقولك الديوغرافكال ديستربيوشن الدودة دي موجودة فين؟ طيب الكلام ده بحفظه بعرفه هو ما حدش هيجي يسألك قولي سمع الديوغرافكال ديستربيوشن بتاع الدودة بس هيجيب لك في الكيس يقولك ان العيان ده جاي من مصر جاي من مبابة يبقى العيان ده ممكن يبقى عنده الشريريا بنكرافتي يبقى انا اعرف بس ايه الديوغرافكال ديستربيوشن هل هي موجودة في مصر ولا لأ طب ارص المحافظات هتلاقي عندك في الكتاب كاتب لك ان هي الدودة دي موجودة في أسيوت والقاهرة والجيزة والشرقية والده أهلية مش عاوض احفظ محافظات خلاص هي موجودة في مصر وخلص وقال لك ان هي موجودة كمان في التروبيكس and ساب تروبيكس أوريا تروبيك يعني خط الاستواء المناطق الاستوائية والمناطق الحرة والساب تروبيكس اللي هي حواليها اشمعنا علشان الاماكن دي بيكتر فيها النموس اللي بين الاصلا الوشريريا بنكرافتي يبقى دي موجودة في كل أنحاء العالم عادي في حتة كتير انا مش عاوض احفظ بقى كل الأنحاء اللي موجودة فيها دي بس هعرف ان هي موجودة في مصر متوطنة في مصر طيب بتتنقل اتفقنا بهي بنموس النموس اللي احنا اخذناه في موديول 103 كلهم بينقلوها بس زي ما اتفقنا من 103 ان اهم نموسة بتنقلها هي اللي اسمها كيوليكس بيبيانز كيوليكس بيبيانز ودي اشهر نموسة موجودة في مصر ممكن القنافلس والايدس برضو ينقلوها بس كيوليكس طبعا هي اللي لها ال bac of von بعد كده هتلاقي عندك ايتم اسمه مورفولوجي هتلاقيه شارح لك المورفولوجي بتاع الميل والفميل الميل دودة صغيرة طلها 4 سنتي الفيميل كبيرة وحلوة كدة وأمورة وطلها 10 سنتي عشان احنا في الديدان بنحب الفيميل احفظ المورفولوجي بتاع الميل والفيميل يا دودة كريمي والايد طلها 10 سنتي وخلاص انا ما باعفظش مورفولوجي المورفولوجي ملغي مش عليك إلا أي حاجة عندك نزلة في العملي أو أي دياجنوستيك ستيج يعني إيه دياجنوستيك ستيج؟ يعني المايكروفيلاري فالمايكروفيلاري أنا هعرف شكلها وهحفظ المورفولوجي بتاعها وهنقوله كمان شوية في الدياجنوزز بتاع الوشريريا تعال نتعرف على قصة حياة الوشريريا بنكرافتي ده بني آدم شخص كويس عايش في مبابة ومش مقفل الشبابيك بتاعته بالسلك في ليلة من الليالي جات هذه الفيميل كيوليكس اللي كان فرحة مبارح وتجوزت وبقت حامل ومحتاجة إن هي تاخد بلد ميل ولسوق حظ هذا الشخص إن الفيميل كيوليكس دي كانت معادية بالوشريريا بنكرافتي وكان جواها حاجة اسمها انفكتف فيلاري فورم لارفا فجات الفيميل كيوليكس دي أرصت العيان ده حطت جوا دمه حاجة اسمها انفكتف فيلاري فورم لارفا ليه سموها بالاسم ده؟ هي لارفا لارفا لستيج فيلاري فورم علشان جواها فيلاري فورم إيسوفيجس تفعنا يعني فيلاري فورم إيسوفيجس يعني المنصر الفايبرز بتاعت الإيسوفيجس واخده شكل استوانة زي الدودة فسموها فيلاري فورم فيلاري دودة فورم شكل انفكتف لأن هي دي الانفكتف ستيج اللي بتعدي البنيات فلما قرصت البنيات دم حطت جوا دمه حاجة اسمها انفكتف فيلاري فورم لارفا ابتدت انفكتف فيلاري فورم لارفا أول ما دخلت جوا الدمه تسرح وتجري لحد ما توصل للبيت بتاعها فين البيت بتاعها؟ الليمفاتيكس أي الليمفاتيكس؟ آه بس بتحب الحتة الديبندنت اللي هي إيه؟ اللي الدم رايح لها كتير بحكم الجرافتي يعني زي اللور لمب زي الأبر لمب زي البرست زي التستيكلز بتروح للحتة دي فهتروح تقعد فيه الليمفاتيكس وتكبر وتترعرع وتبقى ميال دودة كبيرة عادلت وفيميل دودة كبيرة عادلت وبعد كده الميل والفيميل دول يتجوزوا وبعد ما يتجوزوا يخلفوا وتبتدي الفيميل تحط عيالها اللي هم المايكرو فيلاريا المايكرو فيلاريا دول السوغنانين بيعيشوا في الليمفاتيكس مع بابا وماما بس أول ما ييجي عليهم الليل الساعة عشرة بالليل يبدوا يسترحوا في البريفرال بلاد يجروا على الفينز وعلى الأواترز يبقى المايكروفيلاريا دول بيسترحوا في الدم إمتى؟ بالليل من 10 ل 2 بالليل وقت أرصت مين؟ النموسة تيجي بقى نموسة مش معادية تقرص البني قدم اللي فيه في دمه المايكروفيلاريا بتاعة الوشيريريا بنكروفتي دي فتاخدها معاها تدخل المايكروفيلاريا جوة النموسة المايكروفيلاريا تيكل وتشرب وتكبر وتترارع وتتحول إلى حاجة اسمها Infective Filary Form Larva يحصل لها مولتنج أو تغير جلدها لأنها كل ما تكبر جلدها يضيق عليها فتغير جلدها 3 مرات وتتحول إلى Infective Filary Form Larva بعد كده النموسة دي اللي بقى جواها Infective Filary Form Larva في السلايفا بتاعتها بقت جهزة إن هي تروح تقرص بني آدم تاني مش معدي وتحطه جوا دمه الفلاري فورم لارفا دي نقول كلمة مهمة نقول كلمة مهمة المايكرو فيلاريايا النموسة دي لما قرصت البني آدم وخدت من دمه المايكرو فيلاريايا واحدة المايكرو فيلاريايا واحدة دي دخلت جوا النموسة كبرت في الحجم ترعرعت غيرت جلدها تغيرت في الشكل وبقى اسمها Infective Filary Form Larva ولكنها ما تكسرتش ما حصل لهاش أي تكاثر وده اللي احنا كنا بنسميه من أيام 103 لو تفتكر Cycle Developmental Transmission Cycle Developmental يعني حصل تغيرات في الشكل وفي الحجم لكن ما حصلش أي تغير في العدد ما حصلش تكاثر جوا النموسة طيب بالنسبة لي أنا بقى كطالب هعرف إيه في اللايف سايكل دي إحنا ما بنحفظش لايف سايكل استحالة عمر ما حتى هيجي يقولك سمعلي لايف سايكل أبدا ولكن سواء في امتحان العملي أو في الامس كيوب بتاع النظري أنا بسألك كتير في اللايف سايكل في المحطات الرئيسية بتاعتك أول سؤال هسأله لك مين هو الديفينيتيف هوست يعني إيه ديفينيتيف هوست؟ يعني العائل الأساسي العائل الأساسي هو العائل اللي بتعيش جواه الدودة الأدلت يبقى لما أسألك مين هو الديفينيتيف هوست في حالة الوشرورية منكروفتي أنت هتقول لي هو المان البنياء ده هسألك سؤال تاني مين هو الانترميديات هوست؟ يعني إيه انترميديات هوست؟ العائل الوسيط العائل الوسيط ده العائل اللي بتعيش جواه اللارفالستيرس العيال الصغيرة اللي هو مين فحلتي؟ النموسة واتفقنا برضو من أيام 103 إن العائل الوسيط بتاعي الانترميديات هوست لما بيبقى نموسة أو دبانة أو حشرة بسميه فيكتور يبقى مين الفكتور بتاعي؟ الأدلت في ميل كيوليكس أو أنافلس أو أيديس في بلاد تانية غير مصر ممكن أجي تالت أيتم أسألك عليها أقول لك إيه هو الهابيتات؟ يعني إيه هابتات؟ هابتات هو الأورجن أو البيت اللي بتعيش في الأدلت دودة جواه جسم الديفينيتيف هوست يبقى في حالة الوشرورية منكروفتي هيبقى الهابيتات هنا الليمفاتيك فيسلز والليمف نود هي بتعيش في الليمف فيسلز والليمف نود حاجة مهمة بعد كده إيه هو الانفكتيف ستيج؟ إيه هو الستيج الوحيد اللي لو تحقن جواه دم البني آدم هيديه انفكشن؟ هو الانفكتيف في لاري فورم لارفا يعني النموسة بتحطه في دمي إيه؟ انفكتيف في لاري فورم لارفا هو ده الانفكتيف ستيج إيه المودوف انفكشن؟ إزاي حصل الانفكشن ده؟ عن طريق البايت أوف أدلت في ميل كيوليكس موسكيتو إنوكيوليتنج انفكتيف في لاري فورم لارفا واكتب سايكلو ديفلوب مانتال ترانسمشن لما سألك على المودوف انفكشن انت بديه كده لازم تحطيلي الانفكتيف ستيج حتى لو أنا ما سألتكش عليه يبقى المودوف انفكشن بيتكتب كامل عن طريق البايت بتاعة الفكتور اللي هو الفيميل كيوليكس بتحط انفكتيف في لاري فورم لارفا واكتب جنبها سايكلو ديفلوب مانتال ترانسمشن عشان أخد درجتي كاملة ومنقصش درجات آخر حاجة ممكن تتسئل في الليف سايكل ممكن أسألك على الداياجنوستيك ستيج متخيل كده أن أنا لو عايز أشخص حالة وشيريريا بنكروفتي هاخد عينة منين؟ هاخد عينة من دم العين ده هلاقي فيها إيه؟ هلاقي الأدلت؟ لاي الأدلت قاعدين في الليمفاتيكس دول مش داياجنوستيك ستيج أمال هلاقي مين؟ حلاية المايكروفيلاريا دي يبقى المايكروفيلاريا دي هي دي الداياجنوستيك ستيج بتاعتي يبقى اتفقنا أي لايف سايكل عندك في المنهج أنت بتعرف فيها مين الديفينيتف هوست اللي هو البني آدم مين الفكتور أو مين الانترميديات هوست هو النموسة فين الهابيتات في حالتي هنا الليمفاتيك فيسلز مين الانفكتف ستيج الانفكتف فيلاري فورم لارفا ومين الداياجنوستيك ستيج هي المايكروفيلاريا طيب تفقنا أن المايكروفلاريا قاعدة مع بابا وماما طولي اليوم في الليمفاتيك فيسلز ويجي عليها الليل الساعة 10 بالليل تقولك لأ أنا حسرح بقى في البريفر البلد وحتمشى يبقى المايكروفلاريا دي ما بتظهرش في دم العيان إلا بالليل من الساعة 10 للساعة 2 بالليل فدي سموها نكتورنال بيريوديسيتي هتلاقي قايت معندك في الكتاب كده اسمه نكتورنال بيريوديسيتي إن هي بتظهر بالليل إيه أسبابها؟ في الحقيقة محدش عرف أسبابها خالص ولكن هل نسكت؟ ما نسكتش نحط ثيوريس بقى والثيوريس دي ممكن تتسيقل فيها في الجيف ريزون فهتحفظها واحد قالك إن ده adaptation ما بيني إن النموسة بتقرس بالليل فالمايكروفلاريا بتطلع لها بالليل طب ما هو الادابتشن ده يا جماعة لازم يبقى له أسباب طيب نبتدي ندور على الأسباب قالك ممكن يكون فيه positive chemotaxis يبقى الصلايفة بتاعت النموسة لما بتقرس العيان بتحط حاجات الحاجات دي attractive chemotaxis يعني attract المايكروفلاريا خلاص أقولها تعالي قالك إن فيه positive chemotaxis بقى إن الصلايفة بتاعت الموسكيتو دي بتفرس حاجات فأول ما تشمها المايكروفلاريا تجري عليها فهتبتدي تظهر إيه في الpreferral blood يبقى ثاني حاجة positive chemotaxis ما بين الصلايفة بتاعت الموسكيتو وما بين المايكروفلاريا طيب ثالث تحشيشة أو ثالث سيوري قالك إن بالليل لما العيان بينام نسبة الأكسجين في دمه في الpreferral blood بتقل ونسبة الكاربون داكسايد بتزيد ودي حاجة احتمال تكون إن هي بتخلي المايكروفلاريا تحب تطلع في الpreferral blood ماشي يبقى دي ثالث سيوري رابع سيوري بقى الدودة دي مصرية فجالك واحد مصري اسمه خليل قالك أنا لازم أحط الططش المصري بتاعي يعني أنا مش حاسكت بقى فده بقى التحشيشة بتاعته قالت إيه قالت إن البني آدم اللي فيه مشراريا أعدة في جسمه وفيه مايكروفلاريا أعدة في جسمه بتبقى طول ما هو ماشي طول اليوم كده وواقف متخزنة المايكروفلاريا دي تحت في اللور لمب أما ينام بيتقلب فالمايكروفلاريا تتقلب معاه فالمايكروفلاريا تتقلب معاه بالليل وتروح إيه على الpreferral blood فده التحشيشة بتاعت عم خليل اللي هي الخليل ثيوري يبقى النكتورنال بريوديسيتي ليها أربع أسباب أو أربع ثيوريز ممكن تتسلقل في الجيف ريزون عن النكتورنال بريوديسيتي فأنت هتكتب إن هما إيه يا إما أدابتيشن موين النموسة ومايكروفلاريا يا إما بوزطف تيمو تاكسس يا إما بسبب إن الأوتو بي اللو سي أو تو بي يزيد بالليل يا إما تحط خليل ثيوري اللي هو قالك إن المايكروفلاريا بتبقى ستور دي الصبح في السستورنا كايلي سستورنا كايلي دي دي اللي هي المخزن بتاع الليمفاتيكس وبالليل بقى لما البني قدم بينام ويتقلب فتبتدي إيه المايكروفلاريا تظهر في البريفر البلد الباثوجينيسيس بتاع الوشيراريا إزاي عيال تبقى فيه دودة قعدة في الليمفاتيك فيسلز بتاعته ويوصل بيه الحال إن تبقى رجليه قد رجلين الفيل ده الباثوجينيسيس الباثوجينيسيس بيتحفظ صم بسم الله الرحمن الرحيم ده لنفيسل أهولو الأخضر ودي اليمفنودة هيلون هزرق وعايش جواها إيه دودة دودة بتاعت مين؟ بتاعت الوشيراريا بنكرافتي الدودة دي عايشة جوا الليمفاتيك فيسل والليمفنود جهاز المناعة حيسيبها مش حيسيبها تبتدي إيه؟ تبتدي الإنفلاماتوري سيلز أو اللي هما اليميون سيلز تتجمع حواليها مين اليميون سيلز اللي هتتجمع حواليها؟ أول واحدة بتتلم اليميون ريسبونس بتاع الدودة دي هي الليمفوسايت أنهي الليمفوسايت التي هيلبر 2 تي هيلبر 2 تيجي إيه ده في دودة يا جماعة؟ تبتدي التي هيلبر 2 دي تشجع البي سيلز إن هي تفرز أنتي بادي تفرز أي أنتي بادي؟ لا نوع معين من الأنتي بادي اسمه إيونو جلوبلين إي هو ده المسؤول إنه هو يهاجم مين؟ يهاجم الددان إيش معنى؟ الدودة دي دودة كبيرة أنا لح عارفة كلها مش عارفة بلاعها ما فيش ماكروفيجة هتعرف تبلاعها ولا هعرف أعمل فيها حاجة فأنا الحل بتاعي لما لقي دودة كبيرة جهاز المناعة بيرد إزاي؟ بيطلع الامينو جلوبلين إي الامينو جلوبلين إي ده يروح ينادي على الإزينوفيلز يا إزينوفيلز عندنا دودة كبيرة تعالي رشي عليها ديجي الإزينوفيل ترش عليها ترش عليها إيه؟ توكسيك برودكس التوكسيك برودكس دي وظيفتها أن هي تحلل الشيس بتاع الدودة فالدودة تنوت يبقى السلل الأساسية اللي بتهاجم الهلمينثز أي دودة في الدنيا هي الإزينوفيلز طب هل الإزينوفيلز دي بتفرس توكسيك برودكس بس؟ لأ بتفرس كمان حاجة اسمها ميدياتورز انفلاماتوري ميدياتورز بيوكوتراينز وبروستاجلاندينز إيه وظيفتهم في الحياة؟ مين ليه سموس مصر كونتراكشن؟ ففي العادي العيان اللي عنده أي هلمينثيك انفكشن بيشتكي من سموس مصر كونتراكشن زي إيه؟ ممكن شوية برونكوس بازم كرشة نفس ممكن شوية ضيارية ممكن أرتكارية دول كلهم بسبب الإيميون رسبونس مش بسبب الدودة في أي هلمينثيك انفكشن أنا وأنا مغمط هحط فيه كلمتين في الدياجنوزز بتاعي حكتب في صورة الدم إزينوفيلية وفي الكلينيكال بيكتور بتاعتي هحط وأنا مغمط أرتكارية برونكوس بازم ديارية فيفر كل الألورجيك منفستيشنز الموجودة في الدنيا بتتحط مع الهلمينثيك انفكشن إيه بقى أول حاجة عندي دودة والدودة دي عملا تاكل وتشرب وتطلع أنتجنز فتبتدي تتلمى حواليها انفلاماتوري سيلز وتعمل انفلاميشن من اللي بيتلموا اللينفوسايتس البلازما سيلز ومنلي الزينوفيلز بعد ما حصل الانفلاميشن ده حصل انفلاميشن بقى فالبلود بيسل بقى مهربت وبقى فيه انفلاميشن تيجي من تتجمع حواليه كمان البكتيريا والفنجاي يبقى عندي ساكندري امفكشن عملية الانفلاميشن دي بتخلي الوول انهيل في وبعد كده ايه ماشي بيخف بس بيهيل ازاي باي فايبروزيس مش انتو خدتوا في الباتولوجي ان اي انفلاميشن نهايته انه هو يهيل باي فايبروزيس فيبتدي الليمفيفيسل يديق ومع وجود كمان الدودة جواه فبيتسد ايه مشكلة العين ده مشكلة العين ده انه هو قاعد في انديميك إريح في مبابا ومش مقفل الشباك بالسلك فهو كل يوم بيتقرس من النموسة اتقرس اول مرة وجاله انفلاميشن في في الليمفيفيسل وبقت رجليه مورامة ولونها احمر وبين عليه الانفلاميشن بس ما بيتشخصش بيتشخص ترومبوفيبيتس او اي حاجة تانية لي عشان الدكتور مش مذاكر بارا فما بياخدش العلاج فالدودة ما بيتموتش وبعدين يتقرس تاني ويتقرس تالت ويتقرس رابع لحد ما كل الانفاتيج فيسلز او كمية كبيرة منها تبتدي يحصل لها فيبروزيس والديق طب بعد ما يحصل لها فيبروزيس والديق حيبقى ايه الناتج الناتج ان هي هتبتدي توسع يحصل لها ويحصل لها ويحصل لها فاريكوزيتس كمان يحصل لها حاجة اسمها دوالي ان هي تبتدي تبقى معراجة بدل ما هي كانت ماشية ومستقيمة علشان تشيل كمية اكبر من الليمفاتيك الليمففليود فاللمففليود لما يتجمع جواها خلاص مش لاقي حتة يصرف فيها يبتدي ايه يبتدي يصرب بعض من الفليود تحت الجلد فالعيان يبتدي يشتكي من ايديمة ويبتدي يحصل له ايديمة بعد كده الليمففصل ده ممكن كمان يرابتشر ويفرقع ويطلع الليمف فاللمف نفسه كمان يبتدي يتجمع تحت الجلد هو الليمففليود الليمففليود اللي بيطلع من الأورجنز ده عبارة عن ايه انا عندي تلات حاجات بتغذي اي أورجن في جسمي أرتري وفين ولمف الأرتري ده اللي بيجيب الدم من القلب ويوديه للتيشوس فده اللي موجود فيه الأوتو الأكسوجين والفين ده اللي بياخد الوست بروودكت والنواتج بتاعت الخلية الووتر سوليبل ويوديها للهارت أما النواتج بتاعت الخلية اللي بيبقى فيها كمية كبيرة من البروتين والفات اللي مش ووتر سوليبل فدول أنا برميهم على الليمف فاللمف من الفات والبروتين فوجوده تحت الجلد لما بيحصل رابتشر ويطلع الليمف الفليود ده تحت الجلد بيعمل سيفير انفلاميشن الجلد بيبتدي يحصل فيه انفلاميشن جامد ويشقق ويبقى فيه فيشورز وتبتدي تدخل فيه كمان البكتيريا وتدخل فيه الفانجاي ويحصل ساكندري انفكشن فبيبتدي يحصل المنظر اللي أنا بشوفه بتاع اللي فانتيازز ان رجل العين تبقى كبيرة ومورمة من كتر فليود زي رجل الفيل وجلده كمان مشقق وانفلامت زي ايه زي جلد الفيل يبقى ده الباثوجينيس اللي بيحصل مع الوشوريريا بانكرافتي موجود دودة بعملها تطلع تكسيك برودكس البرودكسي بتبتدي تعمل تتجمع حواليها الانفلاماتوري سيلز ناتج الانفلاميشن ان بيحصل فايبروزيس مع وجود الدودة بيحصل فاللمففليود بيتجمع بعد ما اللمففليود يتجمع يبقى الناتج عندي دايلاتيشن فاريكوزيتز ورابتشر فيبتدي اللمففليود كمان يتصرب تحت الجلد وبيحصل انفلاميشن في الجلد مع وجود التشقوقات اللي بتحصل في الجلد واللصف بتدخل البكتيريا والفانجاي من الشقوق دي وتزود في المشكلة بتاعتي دا منظر ليد العيانة ايد ورجل انتفقنا ان اكتر اماكن بتيجي فيها لوشيروريا بينكروفتي هي الحتة زي اليدين زي رجلين زي نعتزر عن بشاعة المنظر وزي اشهر مكان كمان هي الجينيتاليا بتاعة الميل اللي هي الكلينكال بيكتر لما اجهز اسألك على الكلينكال بيكتر الكلينكال بيكتر برضو من الايتمز اللي بتتحفي الصم هنقول ايه في الاكيوت بيبقى عندي اول حاجة اي انفكشن في الدنيا بيبقى عندي حاجة اسمها فاهم فيفر هيدك انوريكسيا وارثرالجيا وماليز ومايلجيا دي حاجات ملهاش دعوة خالص بالنوع الانفكشن اللي موجود سواء بكتيريا او فيروس او بارزايت او ايا كان دي حاجات اللي هي علاقة بالسيتوكاينز السيتوكاينز دور برد اللي هي الفيفر والهدك والصداع والارثرالجيا تكسير في العظم جسمك مهمد وانوريكسيا نفسك مسدودة ومايلجيا العضلات كلها واجعاني وماليز جسمي همدان يبقى اللي هي الاعراض اللي بتجيرنا كلنا بيجيرنا دور برد دي انا بحطهم مع اي انفكشن وانا بغمط دي استنبة فاهم تاني حاجة قالك ان الفيفر دي بتيجي للعيان يومين تلاتة وبعدين تخف وبعدين ترجع تاني بعد اسبوع وبعدين تخف وهكذا فبيسموها إليفانتويد فيفر احنا بنحب نزود الاسامي بس تاني حاجة الليمف فيسل اللي عندي بيبقى فيه ايه انفلاميشن زي ما انت شايف منظره كده ليمفانجايتس يعني ايه كلمة ايتس لما بحطها بعد اي ارجن معناها في المفاصل يبقى انا بحط ايه بحط كلمة ايتس معناها اخدتو في البيتس ان اي انفلاميشن عبارة عن اربع كلمات ان الارجن اللي فيه انفلاميشن بيبقى لونه احمر وبيبقى سوالن لانه بيبقى فيه اديمة خلاص بتخلي الفليوت تطلع من الموجودة في المنطقة دي بكسرة فبتعمل اديمة في المنطقة تندر اول ما بدوس عليه بيوجع العيان وهط سخن لما بحط ايدي عليه واجسه بحس ان الارجن ده اسخن من الحتة اللي حوالي احط ايدي على جلد العيان العادي حلاقيه بارت وجل احط ايدي على الليمف بسل ده حلاقيه سخن يبقى كلمة ايتس انا بحط سطنبة ريد هط تندر سوالن تمام بعد كده عندي نفس القصة في الليمف نود الليمف دي نايتس برضو مالها الليمف نود مكانها بيبقى ريد وهط وتندر وسوالن ممكن يحصل فيها ابس لو حصل سكن تبقى صفرة ويبقى فيها بين تندر معناها اننا لما حط ايدي يوجع هو ان بيوجعش لوحده لما حط ايدي يوجع لكن لو في ابس او يبتدى الجينيتاليا بتاعت الميل يحصل ابديديموركايتس وفيونوكلايتس ايه كلام الكفار ده شايفين دي اللي بتشاور عليها سهم دي التستس تمام واللي حواليها دي دي حاجة اسمها الابديديمس الحواليها دي حاجة اسمها الابديديمس والحبل اللي طالع منها ده ده اللي هو الحبل اللي موصل بيها ده ده الانفلاميشن فيه بسميه فيونوكلايتس بل حبل ده في نوكيلايتس في الابديديمس ده بسميه والتستيكلز نفسها لما بيحصل فيها بسميها أوركايتس يبقى إبديديم أوركايتس وفي نوكيلايتس في المنطقة بتاعت التستيكلز بتاعت المي يبقى الأكيوت أو الكلينيكال بيكتشر بتاعتها حط الاستنبة بتاعتي اللي هي إيه فيفر وهدك وأنوركسيا وماليز وبعد كده أنا عندي لينف فيسل فيه انفلاميشن يبقى عندي لينف نوت فيها انفلاميشن عندي التهاب في المنطقة بتاعت الميل جينيتالي يبقى إبديديم أوركايتس في الكرونيك مانيفستيشن بقى التفعنا أن الدنيا بتبقى مورمة في الأول الفليود بس بيرشح في أشهر مانيفستيشن في الكرونيك ستيج بتبقى الهايدروسيل هيدروسيل يعني تجمع الميا في المنطقة بتاعت التستيكلز بتاعت الميل اسمها هيدروسيل بعد كده لما بترابتشر ويطلع اللينف فليود ده في المنطقة اللينف فيسل رابتشر فيها اللينف فليود بسميه كايل فلو تجمع حوالين التستيكلز بسميها كايلوسيل اتجمع في البلورا هسميها كايلوثوركس البلورا دي ايه ده حوالين اليوريتر او اليوريثرا او اليوريناري بلادر ممكن العيان يجيب مية بيضة كده مع اليورين اليورين بتاعه يبقى لونه ابيض ده بسميه كايلوريا لو رابتشارت في مكان زي في الانتستين ممكن تعمل عيان كايلوس دايرية ينزل سائل ابيض مع الستور واخر حاجة الاليفانتيزز اللي احنا اخدنا الباثوجينيسز بتاعتها انه عبارة عن ايه رجل العيان او المنطقة اللي فيها الانفلاميشن تبقى مورمة بزيادة ويبقى الجلد كمان بتاعها مشقق ومورم بزيادة التشخيص بقى ايتم اللي هو الدياجنوزز دا ده تحفظه زي اسمك ان ده لازم بيتسقل في الامتحان بيتسقل في الامتحان في ايه في الكيسز وفي العادي وفي كل حاجة يبقى الايتم اللي اسمه الدياجنوزز دا بيتحفظه عايزين ناخد استنبا كده للدياجنوز والاستنبا للدياجنوزز مش هنمشي عليها في البرابس ده انت تمشي عليها في حياتك كلها انت كدكتور اول حاجة في الدياجنوزز متل ما بيخش عليك العيان العيادة ما بتقولوش روح يعمل تحاليل صح التشخيص بيبتدي في العيادة عندك بتقعده وتحكي معي ايه يا عم اسمك ايه جاي منين ساكن فين بتشتغل ايه بتشتكي من ايه ايه اهم الاعراض اللي عندك جاتلك من امتى يبقى اول حاجة في التشخيص الهيستوري اعرف العيان ده اتكلم معاه وعلى فكرة بتفرق جدا الدكتور الشاطر من الدكتور المشاطر اللي بيعرف ياخد هيستوري كويس بيعرف يوجه نفسه بيوجه العيان ما بيقعش منه حاجات كتير والعيان عمره ما هيتبرع يقولك حاجات كتير انت اللي لازم تطلع منه المعلومة يبقى اول حاجة في الدياجنوزيز بتفرق معي في الهيستوري في الپارا geografical distribution يفرق معي في ايه اللي عنده جاي من مصر واتقرس من نموسى حتلاقي كاتبلك كده في الكيس اللي عنده تقرس من نموسى وجاي من مصر تاني ايتم في الهيستوري الكلانيكال بيكتور مين لي مين لي ايه لامفانجايتس لو هو في الأكيوت ستيج ومعاقه لفانتويت فييفر ولو هو في الكرونيك فيز هيقولك ان عنده هيدروسيل بعد كده هبتدي أطلب للعيان تحليل هطلب للعيان تحليل إيه بقاه؟ تعود كده دايماً في حياتك برضو أن أنت بتطلب للعيان التحليل من الأرخص للأغلى ومن الأسهل للأصعب يعني مش هدخله يعمل منظار وأنا ممكن أعمله سونار مش هخليه يعمل تحليل بألف جنيه وهو ممكن يعمل عيان تسطول بخمستاشر جنيه وتشخصه فأول تحليل أنت بتعمله في عياتك هو الـ CBC الـ Complete Blood Picture إيش معنى؟ علشان الـ CBC ده صورة الدم الكاملة أنا بتفرج فيها على دم العيان من جوه وبتحدد لي حاجات كتير قوي أول حاجة الـ RBCs اللي عنده أنيميا ولا لأ بتدخني في تشخيصات كتير الـ White Blood Cells لو عالية يبقى العيان ده عنده Infection طيب الـ White Blood Cells دي لو هي Lymphocytosis الليمفوسايت هي اللي عالية يبقى عنده Viral Infection لو الإزينوفيلز هي اللي عالية يبقى العيان ده عنده Parasitic Infection لو النيوتروفيلز هي اللي عالية يبقى العيان ده عنده Bacteria Infection يبقى بتحدد لي حاجات كتير واتفرج على الـ Platelets يبقى صورة الدم الكاملة اتعود كده في حياتك أنه أنت تطلبها لأي عيان كده روتين فأول حاجة أنا بحطها في التحليل هي الـ CBC في حالة الـ Wichlurie Bencroftي حلاقي فيها إزينوفيلية عالية تفقنا أي هلمنز في الدنيا أنا هحط كلمة إزينوفيلية في التشخيص وأنا مغمض بعد كده هبتدي أعمل حاجة اسمها Direct Diagnosis يعني إيه Direct Diagnosis في الـ Parasitology يعني أنا عايز أتفرج على الـ Parasite بعيني عايز أشوفه بعيني لو أنا عايز أشوفه بعيني هاخد عينة منين؟ نحن السائلين في الـ Life Cycle هاخد عينة من دم العيان ودور فيها على المايكروفيلاري بقى أنا هاخد عينة من دم العيان ودور فيها على إيه؟ على المايكروفيلاري طيب هاخد عينة من أنهي من أنهي حتة قالك أحسن حتة تاخد منها peripheral blood من الودان من حتة الطرية بتاعة الودان دي أو من الـ Fingers من التبس بتاعة الفينجر بتاعة العين طب سواني بقى إحنا كنا لسه قايلين أن المايكروفيلاريا دي ما بتطلعش في الدم إلى الساعة عشر بالليل آه ما أنت معلش هتجيب العين هتقوله روح المعمل معلش الساعة عشر بالليل من الساعة عشر للساعة اتنين بالليل يصحب الليل كده إيه؟ في نصاص الليالي يروح يجيب العينة ويجي هعمل إيه بالعينة؟ يما أفحصها دايركت كده فهلاقي المايكروفيلاريا بتتحرك وسط الـ RBCs ووسط الـ Blood Cells يما أسبوغها بسبغة اسمها جيمزة وهي دي السابغة اللي احنا بنسبوغ بيها دايما الـ Blood طيب لو كمية المايكروفيلاريا قليلة وأنا مش عارفة أشوفها ممكن أعمل concentration يعني إيه concentration؟ يعني أجيب شوية فرمالين وحط عليهم حبة من دم العيان وحطوهم في أمبوبة وحطوهم في centrifuge centrifuge دا حاجة تلف بسرعة تلف بسرعة تلف بسرعة فتفصل إيه؟ تفصل الحاجة عن بعضها على حسب كسفتها فأنت هتلاقي بعد ما تطورهم في centrifuge الدم ترصب تحت والفرمالين طلع فوق مع خلايا الدم والمايكروفيلاريا لوحدها لإنها أتقل حاجة ترصبت تحت فأنا أحارمي كل الحاجات اللي فوق دي بعد دقتين واروح سحبة الحاجات الحمرة اللي من تحت دي وفحصها فأدور فيها على المايكروفيلاريا الطريقة دي مش عليك إنت عليك بس إنك تعرف إن هي اسمها نوطس تكنيك النوطس تكنيك دا عبارة عن concentration للدم علشان لو عدد المايكروفيلاريا قليل أنا أعرف أعمل لهم concentration أركزهم في حتة معينة وأتفرج عليهم فألاقيهم طيب بعد كده قالك بقى إيه؟ إحنا من عائلة محافظة وأنا ما بنزلش المعمل الساعة عشر بالليل أنا عايزة روح بدري وهي مش عجيب العيان في نصاص الليالي فما علش أنا هجيبه بالنهار طب نجيبه بالنهار إزاي؟ قالك هاته بالنهار ودي له جرعة صغيرة من الدول اللي اسمه D.E.C. هناخده بعد شوية في التريتمينت واستنى عليه ساعة لربع في المعمل المايكروفيلاريا هتبتدي تهيج وتطلع في البريفرال بلد يبقى أنا لو مش عايزة جيب العيان في نصاص الليالي هعمله حاجة اسمها D.E.C. Provocative Test أدي له جرعة واستنى ساعة لربع وبعدين أسحب عيانة الدم هلاقي فيها إيه؟ المايكروفيلاريا طيب قالك إنه هو لو عنده كايلس يورين يعني لو اليورين بتاعه لونوه بيض أو عنده هايدروسيل أنا ممكن أسحب عيانة من الحاجات دي وهلاقي فيها المايكروفيلاريا آخر حاجة قالك ممكن أخد بايوبسي من الليمفنود فهلاقي فيها الأدلت هلاقي فيها إيه؟ الأدلت ورم قاعدة في الليمفنود ده Direct Diagnosis طيب ال Direct Diagnosis ده ال Gold Standard يعني إيه Gold Standard؟ يعني هو أهم حاجة Direct Diagnosis هو ده اللي بيحلف لي إن أنا هحلف 100% إن العيان ده عنده شريريا بنكروفتي ولكن صحيح هو Gold Standard بس ممكن يبقى مش Available بالنسبالي ما أنا حجيب العيان الساعة 2 بالليل إزاي؟ ممكن لو عملتوا تبقى كمية المايكروفيلاريا إليه لما تبنش DC Provocative Test أصلاً تستي دينجرس يبقى أنا ممكن يبقى Direct Diagnosis بالنسبالي مش سهل قوي ففي الحالة دي بلجأ لحاجة اسمها Indirect Diagnosis يعني إيه Indirect Diagnosis يعني Serology أدور في دم العيان ده على ال Antibody اللي طلعه ضد الوشريريا بنكروفتي أو أدور على ال Antigens بتاعة الوشريريا بنكروفتي طيب فقال لك إن فيه نوعين إن أنا أدور على ال Antigin أو أدور على ال Antibody هل تتوقع إن أنا أدور على ال Antigin أحسن ولا أدور على ال Antibody قال لك لا دور يا عم على ال Antigin أحسن من إنك تدور على ال Antibody علشان إن أنا أدور على ال Antibody فيها مشكلتين أول مشكلة فيهم حاجة اسمها Cross Reactivity يعني إيه Cross Reactivity؟ قال لك إن نتيشو نيماتود والديدان كلها شبه بعض فممكن ممكن يبقى عيان ما عندوش وشريريا بنكروفتي ولا حاجة عندو دودة تاني وأنا عمله التست بتاع الوشريريا بنكروفتي يتفاعل عادي ويديني positive ليه علشان ال Antigins اللي أنا حطتها في التحليل ده متشابهة مع ال Antibody بتاعة الوشريريا فالAntibody تلخبط بل Cross Reactivity موجودة ما بين الديدان بكسرة إن الديدان كلها ساعت بتطلع Antigen شبه بعض فده بيديني لخبطة في التحليل خلاص ما يعرفش إيه ما يعرفش يفرقهم من بعض بيبقى ال Specificity بتاعته إليه تاني حاجة حاجة اسمها إيه High Positivity في ال Endemic Area يعني إيه يعني إحنا دلوقتي عاديين في مبابا هو ممكن يبقى كل الناس العادة في مبابا اتعرضت الوشريريا بنكروفتي في حياتها In Subclinical Attic يعني إيه Subclinical Attic يعني أنا خدت ال Infection بس بعد كده جهاز المناعة بتاعي قدر عليه وما حصل ليش أي manifestation ولا أي حاجة خلاص جهاز المناعة قدر عليه وتبقى في دمي شوية Antibody موجودين ضد الوشريريا خلاص ما في حاجة اسمها Memory Sells بتفضل عايشة في الدم بتاعك فترة كتيرة و Antibody بتفضل عايشة في دمك فترة كبيرة علشان تحميك لما تتعرض تاني لل Infection فيبقى كل الناس اللي قاعدين في Endemic Area فيها وشريريا بنكروفتي ممكن يبقى فيه في دمهم Antibody للوشريريا بنكروفتي وهم مش معاديين ولا حاجة فلما جي أعمل العيان ده تحليل وهو ما كانش عنده وشريريا فيطلع positive وافتكر انه عنده وشريريا دي اللي بيسموها High Positivity في ال Endemic Areas ان كل الناس اللي قاعدة في ال Endemic Area سهل يكونوا تعرضوا في وقت ما في حياتهم للوشريريا وجسمهم مكون Antibody ضده اذا ان انا هدور على الانتجم بتاع الوشريريا احسن من ان انا هدور على ايه على الانتبادي بعد كده قال لكم ممكن نستخدم الPCR يعني ايه الPCR يعني بدور على الDNA بتاع الوشريريا اخر ايتم بنحطه هو الRadiology الRadiology في حاجتين هعملهم اول حاجة Ultrasound Ultrasound هيوريني ايه هعمل Ultrasound على اللين في فيسل هشوف الدودة بتتحرك جوه يبقى انا ممكن ده استخدمه في ان انا ايه فلو ابل التريتمينت لو عملت Ultrasound ولقيت الدودة بتتحرك جوه اللي بيسموها فيلاريال دانس ساين بتترقص جوه اللين في فيسل يعني يبقى ده معناها ان هي لسه عايشة وده ومعملش حاجة لو ملقيتش الفلاليار دانس ساين يبقى الده وموتها ومش موجود تاني حاجة في الRadiology حاجة اسمها Lympho Scientography يعني ايه Lympho Scientography ده انا بحق انسابغة وبعد كده ايه بصور اللين في فيسلز بتاعت العيان علشان اشوف الشجرة بتاعت اللين في فيسلز اخبارها ايه كم لين في فيسل تقفل كم لين في فيسل لسه سليم ده قبل ما اعمل سورجوري بشوف حالة العيان شكلها ايه تمام يبقى لو جينا نعمل سكيم للDiagnosis في اي درس في الParasitology او انا في رأيي في اي درس عندك في الحياة الDiagnosis بيمشي كالتالي اول حاجة ان انا ادور على الHistory اللي في حالة الPara هنقسمه الى Geographical Distribution و Clinical Picture تاني حاجة لازم تحط الCBC حط الCBC دايما في حياتك بعد كده هبتدي ألجأ للDirect Diagnosis والسيرولوجي اتفقنا الDirect هو الجولد ستاندرد الا اذا كان التشخيص صعب به بعد كده السيرولوجي بعد كده الPCR واخر حاجة بحطها هي الراديولوجي العلاج ايه بقى؟ فيه نوعين من الادوية اللي ممكن اديهم اول دواء دواء اسمه Diethyl Carbamazine او انا باختصره DEC الDiethyl Carbamazine ده بيموت الادلت حلو فبيخلصني من الادلت اللي عايشة في الليمفاتيكس وما تطلعش كمان مايكروفيلاريا وقالك ان هو كمان بيتخانق مع المايكروفيلاريا خليها ضعيفة فجهاز المناعة يقدر عليها يبقى هو بيموت الادلت وبيموديفاي المايكروفيلاريا طيب ايه مشكلته في حياته؟ مشكلة الDEC ده ان اول ما الدودة بتموت بتطلع انتجنز اكتر بكتير من الانتجنز اللي كانت بتطلعها وهي عايشة فالعيان ده يبتدي يشتكي من الليرجيك مانيفستيشنز بكسرة الليرجيك مانيفستيشنز عنيفة ارتكارية بقى ويهرش وممكن يحصل له هايبوتانشن وممكن يموت فلازم الدواء ده قبل ما تديه قدي معاه انتي هستامانيكس وكورتيزون حاجات انتي ألورجيك طيب في دواء تاني اقمن شوية اسمه ايفرمكتن اسمه ايفرمكتن ده بيموت المايكروفيلاريا طيب ايه مشكلته؟ ما هو عيموت المايكروفيلاريا وسابلي الدودة عايشة يبقى طالما سابلي الدودة عايشة هيحصل ايه؟ هتطلع مايكروفيلاريا تانيين يبقى هتغلب على هزي المشكلة ازاي؟ اننا اكرره كل ست شهور ادي لعين جرعة تانية او كل سنة ادي لعين ايه جرعة تانية طب الاحسن بقى ان انا روح مدياله مع الايفرمكتن والموت المايكروفيلاريا مع الدودة مع كله يبقى ايه؟ ده زي الفل كده بعد كده عندك كلمتين symptomatic treatment ما العيان ده ممكن يبقى فيه فانجاي وفيه بكتيريا حتديله anti-biotic وanti-fungal أحافظ على رجله ألفها يبقى حاجات كلها symptomatic treatment والsurgical treatment لإن فيه حاجات خلاص انت مهما موت الدودة الفيبروزس اللي حصل thickened skin اللي بقى عند العيان الفيشرد الرف اللي عمل زي جلد الفيل مش هيتصلح بالدواء خلاص الدواء هيموت الدودة بس اللي حصل ده لازم يحصل له ايه surgical treatment ابتدي اعمل العيان cosmetic surgery control control في الموديول ده كلمتين أنا عندي عيان ونموسة هعالج العيان وموت النموسة يبقى اول حاجة mass treatment المass treatment ده عبارة عن ايه هنا في مصر كانوا حتى في وقت المام من الأوقات بيدوا جرعات DEC كده للأطفال في المدارس وجرعات للناس يبقى mass treatment ان انا بعالج كل الناس الفيبروزس اللي في المنطقة الendemic دي mosquito control لو تفتكر من ايام موديول 103 افل الشباك بتاعك بالسلك رش على نفسك repellent تخلي نموسة متقدرش تقرب منك رش على النموسة نفسها insecticides يبقى كل المسكيتو control اللي احنا اخدناه في موديول 103 ممكن احطه هن عندك بقى بعد ما خلصنا الوشيريريا الدرسين مهمين قوي مهمين قوي قوي اللي اتنين بيجوا ريتم حاجة اسمها occult filariesis يعني ايه كلمة occult يعني مخفي كلمة occult يعني مخفي occult filariesis ده معناها ايه معناها فيلاريا بس مش عايشة في اللين في فيسل تاهت راحت فين راحت اي اورجان راحت اللونج راحت السبلين راحت الليفر قعدت في اللين في نود فهي راحت ايه راحت حتة مخفية ما بقتش موجودة في اللين في فيسل وبالتالي المايكرو فيلاريا مش موجودة في البلد موجودة برضو في الاماكن دي ومتحوطة بانفلاماتوري سيلز اشهر نوع منها اللي بيجي في اللونج اشهر نوع منها اللي بيجي في اللونج اللي هي بنسميها Tropical Palmonary Ezenophilia Tropical Palmonary Ezenophilia ده عيان عايش في اندمك ايريا وبيشتك من اعراض الازمة اللي هي اعراض الازمة زي يقولك زي ما يكون فيه فيه لقاعد فوق صدري يصحب الليل قرب الفجر على كرشة نفس وصدره بيزيق مش عارف ياخد نفس وعمال يكح 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 بياخد علاجات الازمة والبخخات والجودة وما بيخفش فيش فايدة ليه عنده وشيريري عنده مايكروفيلاريا قاعدة جوة التشوت بتاعته متحوطة بايه بإزينوفيل طيب ده فانا هو قاعد في اندمك ايريا بيحصل له كافوويزيس باروكسيزمال كافوويزيس أتاكس بيصحق قرب الفجر ايه بالأتاكس دي هنيجبع نشخص العيان ده هنعمل ايه هناخد عيانة من دمه هنلاقي فيها هاي إزينوفيليا وإيمينو جلوبلين إي وهاي إيمينو جلوبلين إي طب وانا لما لقى هاي إزينوفيليا وهاي إيمينو جلوبلين إي انا كده شخصته ولا الهوى اش معنى عيان الأزمة عيان البرونكيا الأزمة عنده هاي إزينوفيليا وإيمينو جلوبلين إي ما انا ما قلت لكش الإزينوفيليا أو الإزينوفيلز والإيمينو جلوبلين إي مسؤولة عن حاجتين اتنين بس ما لهمش تالت في كتاب الامينولوجي اللي عندك الحساسيات كلها بكل أنواعها واللي منها البرونكيا الأزمة والهلمانسك فهما الاتنين حاجة واحدة هما الاتنين المسؤولة عنهم هي الازينوفيلز والامينجلوبلين اي فأنا لما أخد عينها من دم العين ولاقي فيها هاي ازينوفيليا ولاي ايمينجلوبلين اي أنا ما شخصتوش إلا بقى لو دكتور شاطر وابتدى يشك طالما هو قاعد في انديمك ايريا ويدور على ايه ويدور على الانتي فيلاريا فيلاقيه عالي عشان هو لو ابتدى يدور على المايكروفيلاريا مش هيلاقيها في الدم يبدأ عينقعد في انديمك ايريا عنده دودة ومايكروفيلاريا قاعدين في اللونج متحواطين بإنفلاماتوري سيلز بيحصل إنفلاميشن في اللونج الإنفلاميشن ده في الأول بيبقى ريفيرزابل لو خد العلاج ممكن يخف وبعد كده لما بتجمع عليه يبقى فيه فايبروزز بيبقى الريفيرزابل والبرونكايل اللي تقفلت مش هترجع تفتح تاني حتى لو انا اديته العلاج باجه اشخصه اللي عنده بيبقى عنده هاي ازينوفيليا بيبقى عنده مينو جلوبيلين اي عالي بس لما باخد عينة من دمه ما بلاقيش فيها المايكرو فيلاريا لكن ممكن الاقي ايه الانتي بادي اللي ضد الفلاريا بتعمله تشيست اكس راي بيبقى عنده الاجريجاتس بتاعة الازينوفيدز اللي محوطة المايكرو فيلاريا بتبقى بينا كنقط بيضة كده ايه في الاكس راي مفروض في الاكس راي اللونج ايه مليانة هوا لونها سودة اسود ناصع الزواد لو لقيت فيها نقط بيضة ده معناه ان فيه انفلاميشن في اللونج علاج العيان ده ايه ما بياخد قرص واحد من الدي اي سي كل حاجة بتسبسايد وبيبقى زي الفل وتمام التمام الا اذا انا كنت سيبته فترة طويلة وابتدى يحصل عنده فيبروزز الدودة هتموت المايكرو فيلاريا هتموت بس البرونكاية اللي تقفلت مش هترجع تفتحتين السؤال ده بيجي ايه جيف ريزون صغنى لكده سؤال صغير اللي هو تروبيكال بالمونر ايزينوفيليا او ساعات مقارنات بس بيجي شورت اكاونت يعني ان انت تكتب عن تروبيكال بالمونر ايزينوفيليا اخر سؤال بيجي ريتن ان هو فيه الوشريريا بنكرافتي دي ليها اخت اختها اسمها بروجيا مالايي بروجيا مالايي بتعمل ديزيز زي بتاع الوشريريا بنكرافتي بالظبط بس البروجيا مالايي من اسمها مالايي دي موجودة في ماليزيا في الناحية بتاعة شرق اقاسي السؤال ده بينزل كومبير قارن لي ما بين الوشريريا وما بين البروجيا هنقارن ما بينهم في ايه اول حاجة الوشريريا موجودة فين اتفقنا موجودة في التروبيكال والسبتروبيكال موجودة في افريقيا موجودة في ساوث امريكا موجودة في مين في مصر أما البروجيا ملايي فدي موجودة في الفار إيست بس تاني حاجة كان مين اللي بيتصاب له شراريا بنكروفتي البني آدم مين اللي بيتصاب البروجيا ملايي البني آدم والقطة والإرد يبقى أنا عندي قطة وإرد عليها رزرفار هوست فبيسموها زوفلك كلمة زوفلك يعني حيوان فلك محبة للحيوانات زوفلك إما بتحب البني آدمين والقطة والقرود تاني حاجة هتقارن ما بين شكل المايكرو فيلاريا مش قلتلك إن أي دياجنوستيك ستيج بنحفظ شكلها آه جي الوقت إن إحنا نشرح شكلها ده منظر المايكرو فيلاريا بتاعة الوشراريا بنكروفتي مسبوغة بالسبغة الموف دي اللي هي اسمها جيمزة ستين اللي كل خلاية الدم بتتسبغ بيها بنسبغ أفلام الدم دايما بالجيمزة ستين دونها موف كده شبه الدودة هي بينا لك طويلة بس هي طويلة عشان نشي فاتحة المايكروسكوب لكن هي في الحقيقة صغيرة ما هيش كبيرة قوي كده ليها أنتيريور إند اللي قدام دي بتبقى روندد وليها بستيريور إند بتبقى حجمها 250 في 8 مايكرون 250 في 8 مايكرون صغيرة قوي هي بينا لك كبيرة علشان دي تحت المايكروسكوب متكبر طيب إيه اللي بيميزها بقى قالك إن هي ليها يعني لابسة فستان واسع فستان ما هرول عليها شايف الشيس بتاعها الحتة اللي في الآخر دي ده الشيس الشيس بتاعها ماله واسع عليها يبقى شايف النقط الموف اللي محوطها كلها دي آه دي اسمهم نيوكلياي النيوكلياي دي موجودة في جسمها كلها في جسمها كلها معدد تيل يبقى التيل بتاعها ديلها لحتة الأخرانية ما فيهاش نقط موف يبقى نيوكلياي بداعتها دونت ريتش التيل وليها يعني مش ميلة قوي مش كينكي كينكي يعني معرجة قوي زي مين الكنكي كينكي زي دي دي معرجة اهي دي بيسموها كينكي كيرف اللي هي بروجيا نيبقى بتاعت الوشريريا ليها جريس فول كيرف ليها شيس ريدونت لوز وريدونت واسع عليها ونيوكلياي بتاعتها ما بتوصلش لحد التيل اما البروجيا ملاييفة ليها كينكي كيرف عاملة كده زيجزاج وبرضو ليها شيس مش واسع ولا حاجة والديل بتاعها فيه اتنين نيوكلياي اهم واحدة ورا واحدة يبقى الدل بتاعها فيه اتنين نيوكلياي واحدة وواحدة الوشريريا بنكروفسيك المايكروفلاريا كانت بتظهر امتى في الدم بالليل نكتورنال بريوديسيتي بتاعت البروجيا ملاييف الليل برضو بس ليس أبسوليوت يعني ايه ليس أبسوليوت يعني احتمالية ان انا لو خدت عينة من دم العين الساعة 8 ألاقي بريوديا ملاييفة ممكن ألاقي بريوديا ملاييفة مايكروفلاريا في الدم معادي النموسة بتاعت الوشريريا اهم واحدة كان اسمها الكيوليكس وبعد كده ممكن الانافلس والايديس في البروجيا ملايي اهم واحدة واحدة اسمها منسونيا منسونيا دي موجودة في الفار إيست وبرضو الانافلس والايديس فيه فروقات ما بينهم في الديزيز آه لكن الوشريريا بانكروفتي بيبقى الديزيز بتاعها مور سيفير في البروجيا ملايي بيبقى أقل شوية للفانتيزيز في الوشريريا بانكروفتي بيبقى واخد الليم بكله الرجلين من فوق لتحت أما في البروجيا ملايي بيبقى نص الرجل أو نص الإيد يبقى إما من تحت الركبة إما من تحت القلبه يبقى بتبقى واخدها نص الرجل أو نص الإيد طيب في الوشرورية بيحصل janital involvement اكتر النهحت مالية ان يحصل janital involvement اكتر فبالتالي برضو ان الكايلوريا المنطقة اللي تحت دي بتبقى more common اكتر مع الوشرورية اما في البروجيا فبيبقى janital involvement اقل والكايلوريا اقل العكس بقى في allergic manifestations allergic manifestations تيبقى اكتر مع البروجيا مالين لما هيجيلي سؤال مقارنة ما بين الاثنين بكتبهم بنفس الائتمز كده زي ما هي بنفس الاختصارات دي كده احنا خلصنا اول درس وشكرا لحسن استماعي